الفداء نجاه الفداء أن أنا بيتشال الدينونة اللي عليها أنا بنجا من موت الأبدي دي نقطة يعني كلنا حسينا بيها في الوقت اللي إحنا قبلنا في عمل المسيح أنا حسيت بكده وأعتقد أن كل واحد من حلفية يعني غير مسيحية يوم ما بيقبل عمل المسيح بيحس أنه هو يعني زي دين وتشال من عدر يعني هم عظيم جدا وتشال وتحس أن الواحد ابتدى حياة جديدة مختلفة بتعامل مع الله من منظور تاني مختلف وفعلا يعني إحنا أقدم برنامج في العالم برنامج مسيحي على التلفزيون إلنا تقريبا أربعين سنة في الميديا وعاوز أقول أنه كتير ناس غير مسيحين كان يهاجموا فكرة الصليب وفكرة الفداء ويتهمون كل أنواع الاتهامات بالجهل والتخلف والخرف وكل هالأشياء لكن بحال ما بيختبروا بيجي الإعلان عارفة زي نور بضوّف عينيهم بيفهموا كل قصد الله ومشورة الله وخطة الله واو طب أنا ليش كنت رافض ليك مع أنه الأمر بسيط جدا واحد أخذ مكاني عشان ما أروحش على جهنم أنا أحاربه عشان أروح على جهنم بالعكس يعني فهاي الفكرة موسيقى